وقل واحد تعريفه الصيد ما يصاد من حيوان بري متوحش أو حيوان مائي ملازم للبح ثانيا حكمه يباح الصيد لغير المحرم بحج أو عمرات لقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا غير أنه يكره إذا كان غير ما يكإن كان لمجرد اللهب واللعب ثالثا أنواعه الصيد نوعان صيد بحر وهو كل ما عاش في البحر من سمك وغيره من الحيوانات البحرية وهكم أنه حلال للمحرم وغير المحرم وحكمه أنه حلال للمحرم وغير المحرم ولم يكره منه سوى إنسان الماء وخذير الماء لعلة مشاركتهما في التسمية للإنسان وهو محرم الأكل والخذير وهو كذلك وساد بر وهو أجناس فيباه منه ما أباه الشرع ويمنع منه ما منعه رابعا ذكاة الصيد ذكاة صيد البحر مجرد موته بهيث لا يعالج أكله وهو حي فقط لقول صلى الله عليه وسلم أهلت لنا ميتتان الحوت والجراد وأما صيد البر فإنه إذا أدرك حيا وجب تذكيته ولا يجوز أكله بدون تذكيته لقول صلى الله عليه وسلم وما سبت بكلبك غير المعلم وأدركت وأدركت زكاته فاكل وإذا أدركته ميتا جاذ أكله إذا توفرت فيه الشروط التالية واحد أن يكون الصائد ممن تجوز تذكيته ككونه مسلما عاقل مميزا أو مميزا مميزا الثاني أن يسمي الله صلى الله عليه وسلم عند الرمي أو إرسال الجارح لقول صلى الله عليه وسلم ما سدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فاكل وما سدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فاكل ثلاثة أن تكون آلة الصيد إن كانت غير جارح محددة محددة تخرق الجلد فإن كانت غير محددة كالعصى والحجر فليسح أكل ما سد بها لأنه كالموقوز اللهم إلا إذا أدرك فيه الروح فذكي وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن المعراب إذا أصاب العرض قوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب بالعرض لا تأكل فإنه وقيذ وإن كانت جارحا من كلب أو باز أو صقر وجب أن يكون معلما لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون هنا مما علمكم الله فاكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم وما سدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه ثم كل نحن بهذا القدر إن شاء الله فيه شرط رابع وخامس إلا أن الكلام سيطول الحمد لله أنا موامين تقرأ تقريبا تهلا بها لكم ومأن شاء الله على الإمارات وإن أن تتعلمون في القدرية ترجمة نانسي قنقر 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 فإن الأمر يؤخط بهم. عندما يكون يكون فرضاً. وحسب يكون كبيرًا، يكون واصحينما على فغنية القديم. فإن يكون يقولون أنه يكون صحيحة. لحذر العلمان من يقولون سلامةIST. ما نقولون. فإن عددهم يحبون المعطقة. فإن عددهم يبحثونون. ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر